دلوقتي يتقل اللي هو الكابتن عامر حسين وده الكابتن عامر حسين أخ وصديقه ويعني صحابه من الزمان جدا ومعرفة كورة ومعرفة كمان جيران عامر حسين كابتن عامر حسين رئيس لجنة مسابقات كابتن عامر حسين عضو في مجلس إدارة اتحاد الكورة وفي نفس الوقت هو في الربطة ماشي كابتن عامر حسين كان لك تصريحة كابتن عامر غريب شوية النادي الأهلي حيلعب النهاردة مع البنك الأهلي النهاردة الأربع حنخلص بالليل يعني أعبالما اللعيبة توصل بتا يكون بكرة جي اللي هو الخميس النادي الأهلي حيلعب يوم السابق ماشي ما أنت بتضغطني عايز تضغطني ماشي ولو إن أنا عندي إصابات والنادي الأهلي بيلصم لعبته علشان لازم نكون برضو وقعين شوية البطولة دلوقتي القريبة بطولة أفريقيا مش معنى كده أن أنا مبركست في الدولي لا بس عندي حاجة مهمة وحاجة أهم المهم دلوقتي ماتشات الدولي مع حضراتكم المهم نكسب أنا عن نفسي واحد من الناس مش عايز غير التلات نقط مش عايز غير المكسب يا سيدي أنا مش عايز أداء الفترة دي بس أرجع الفريق تاني بيني وبين منافسين بعد تعصرهم فترة اللي فاتت لنفس ما كنا عليه قبل التلات ماتشات اللي إحنا تعصرنا فيهم ده أنا عايزه طيب نفترض دي ما جاتش ما يعني الكرة فيها كل حاجة ممكن تتعادل ممكن لقدر الله تخسر إن شاء الله ما يحصلش كده ما يحصلش بس برضو وراء فرقيتنا الظروف صعبة برضو بواجه تاني كلامي للكابتن عامر حسين إحنا بنلعب النهاردة ماتش مع البنك الأهل يوم الأربعة بعد يومين عندنا ماتش أنا مش عارف ليه الضغطة دي مش فاهم ليه الضغطة دي انت عايز دوس علي وانا الوحيد اللي بمثل مصر في البطولات الأفريقية وعندي فاينل يا أخي وف جنبي شوية وبعدين يوم السبت بقول لحضراتكم عندنا ماتش ده يوم إيه واحد وعشرين كويس قوي يوم خمسة وعشرين في ماتش تاني اللي هو مع إيستران كامباني تكلم على ماتش بعد ماتش السبت باربع تيام بعديها باربع تيام عندي ماتش فاينل يوم تلاتين فين بقى الماتش ده مش في السادق قاهرة ولا في بيترو سبورت عندي ماتش في المغرب عندي فاينل في المغرب يعني أنا كابتن عامر من غير حتى ما النادي الأهلي يقدم طلب النادي الأهلي حتى ده وقت ما تكلمش على فكرة المسؤولين ما تكلموش خالص في موضوع ده بس أنا يا كابتن عامر لازم يكون عندي الروح إن أنا ساعد النادي الأهلي إن أنا أقف جنب النادي الأهلي النادي الأهلي في مهمة قومية النادي الأهلي بيمثل مصر مش بيمثل نفسه بس مهمة قومية ومعظم الجماهير عشان مش كلها معظم الجماهير المصرية عايز النادي الأهلي تكسب النهائي إن شاء الله فأنت أبسط حاجة أنت زنقتني اليومين دول في ماتشين في يومين حلعب ماتشين أو في ثلاث يام حلعب ماتشين ما تزنونيش قبل مهمة قومية أنا بلعب باسم البلد إيه المشكلة لما يتأجل يوم 25 إيه المشكلة يعني يا كابتن عامر وربطة الأندية إيه المشكلة لما يتأجل ماتش 25 أنا مش فاهم لا مشكلة أنا شفت تصيح لكابتن عامر بيقولك لا مش هيتأجل الماتش وماتش الودات هيبقى له لسه خمس تيام ففيه فرصة لا مافيش فرصة مافيش فرصة بالورقة والقلم مافيش فرصة إنت أقول إحنا عنلعب فيه ده إحنا رايحين المغرب والظروف زي ما أنت شايفها الظروف كلها ضد النادي الأهلي كله بيتحد ضد النادي الأهلي تقوم إيه أنت تيجي يا ربطة الأندية وإنت كابتن عامر رئيس لجنة المسابقات تقف كمان ضد النادي الأهلي ليه ده إنت المفروض العكس تماما تماهد الطريق للنادي الأهلي ده إحنا بنتكلم عن بطل مصر وبطل إفريقيا النادي الأهلي بيمثل مصر في البطولة الأفريقية الماتش ده من غير ما النادي الأهلي يقدم طلب الماتش ده لازم يتأجل هو ده مش أمر بس يعني المفروض أن ده يعني مش عايزة ولا جواب من النادي الأهلي ولا حد يتكلم من النادي الأهلي دي دي تعمل تلقائيا المسؤول يعملها تلقائيا هنتكلم عن المسؤولين بعد كده كمان في الحاجات اللي للأسف عملوها والنادي الأهلي كان ضحية لها احنا عارفنا كتير قوي قوي مش يعني أولا لا وليدة الصدفة ولا وليدة أمس ولا النهاردة بس يعني عايزين حلقات عشان نتكلم عن مؤامرات وعن حاجات كتير جدا 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 اتعاملت ضد النادي الأهلي ولكن ربنا معنا وكل مرة ربنا بيقف معنا